في إطار متابعة الحكومة لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة الجديدة لتحسين مستوى النظافة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت لسرعة تنفيذ العقود الموقعة مع الشركات وتحقيق نتائج سريع على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وخلال اجتماعين مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة إنفرو ماستر للخدمات البيئية ناصر عيد والعضو المنتدى بشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير مخلفات أيمن محرم أشار شعراوي إلى وجود توجهات رئاسية بتغير حقيقي في مستوى النظافة بشوارع العاصمة مشددا على متابعة الدورية والمستمرة مع مسؤول الشركتين لإجراء تنفيذ العقود على أرض المحافظة والالتزام بالمواعيد المتفق عليها